من فترة وبشكل حصري جتنا دعوة من كاوكوم حتى نحضر استعراض الريزدنت ايفل 8 لمدة ساعة كاملة شفنا فيها كل صغيرة وكبيرة من اللعبة منقسم هذا الاستعراض لقسمين واحنا بنركز مبدئيا على قسم القلعة او مرحلة القلعة اللي بتتبع فيه مصاصة الدماء الضخمة ديميت ريسكيو وهي بالضبط المكان اللي يوقف فيه الديمو اللعبة الاخير لو لعبتوه ومع مجرد محاولة ايثن لدخولها للقلعة نقابل فيها هايزنبرغ اللي عندها القدرة في التحكم بالحديد من حوله فهالقوة هي المغناطيس مو واضح لنا وهنا بتلاحظون بنشوف ان اعضاء العائلة اللي بيبهذلونكم في اللعبة قدامكم عندنا هايزنبرغ اللي برضو يسمعون كلامه مخلوقات اللايكنز اللي قابلتوهم بره في القرية وذبحتوهم هذولي رح نشرح عنهم بشكل مفصل اكثر لما نتكلم عن جزئية القرية طبعا اخت هايزنبرغ هي مصاصة الدماء ديميت ريسكيو موجودة منشوفها هي واخوها يضربون على من بيأخذك وبيتخلص منك وبنفس الوقت منشوف ثلاث شخصيات في الخلفية اللي بالنص اسمها ماذر ميراندا وكل اللي حولها اتباعها وباقي الآن شخصيتين واحدة تقدر تتحكم بالدماء وتقعد ساكتها بالخلفية ودماءها هي اللي تعلق وتتحرك واخيرا شخصية ساكتها جاي على يسار ماذر ميراندا ما نعرف عنها الكثير وهذا اول مرة نشوفها فنتعرف عليها اكثر في اللعبة الكاملة وبسبب مثير مرة للاهتمام ايثن قدر يهرب من قبضة العائلة اللي هم الاربع قدامه وما راح نقول لكم ليش حتى ما نحرك بعد ما هرب ايثن على طول طلع وقرب للقلعة مرة ثانية وشفنا فيها عربة كبيرة ومن وراء هذا العربة بيطلع لنا البياع واسمه هو ذا دوك لسبب ما ذا دوك يعرف من ايثن وبيحذرك من القلعة بعدين تقدر تشتري منها اغراض مختلفة مثل الشنطة حتى توسع من الاغراض اللي تشيلها وطبعا اسلحة وعلاج غير هذه الاشياء راح يبيع لك وصفات حتى تقدر تسوي كرافتينج لقنابل معينة وعنده برضو خانة القنسميث اللي تقدر تقوي فيها اسلحتك وتلذلها طبعا نفس هذا البياع راح يطلع لك في عدة مناطق مختلفة اثناء لعبك الان صدق ايثن دخل القلعة واول ما دخل رحبوا فيه بنات ديمت ريسكيو الثلاث وقاموا يطعنونه ويجرجرونه في القلعة حتى وصل عند امهم اللي علقته في الهواء وشلون ايثن بنحاش من هذه الورطة هذا بشي بتشوفونه بنفسكم والان بنتكلم عن القلعة نفسها وهي اقرب شيء للعبة ريزيد انت ايفل تقليدية عندك عدد كبير من الغرف ورح تجمع انواع مختلفة من فاتيح وبتقعد تحلل الغاز بشكل كبير حتى تقدر تفتح هذه البيبان المختلفة وطبعا ما رح تكون لوحدك حور تستكشف القلعة براحتك لا ديمت ريسكي العملاقة بتجيك من فترة الثانية وتقعد تلاحق وتحاول تتخلص منك والشيء الثاني للمثير الاهتمام هو بناتها الساحرات اجسامهم تتكون من حشرات وتشوفهم يتلاشون الحشرات ومن يرجعون يتكونون البشر فضربهم بالرصاص ما يضر ابدا فبيكون مثير الاهتمام كيف تقدر تتخلص من هذه الثلاث الساحرات القلعة مثل ما قلت بواسعة ورح تزور قبل قلعة وجميع ادوارها حتى الكورتيارد وأعلى الادوار اللي رح تحصل فيها قرناص ولما وصل ايثن لسكف القلعة وبدأ يتمشى في السكف حقها شفناه يواجه عداء طائرة يشبهون القارجويلز تقدر تقرنصهم بالقرناص حقك ولما يقربون للمك تقدر تذباحهم بالمسدس ومن فوق أخذ غرض معين حتى يفتح باب محدد في القلعة أول ما بدأ يرجع للمكان اللي يبيه طلعت في وجهة ديمترسكي وهنا دنت تحاول تنحاش وتفتح الباب الأخير وانتهى الاستعراض علينا الآن بنرجع لكم بشكل أعمق مع القرية نفسها انتم مريتوا في جزئية بسيطة منها في الديمو فالآن بنحكيكم عن بداية الاستعراض بدأ الاستعراض في حادث نشوف فيه إيثن يسأل عن كريس ردفيلد لكن ما حد يرد عليه وله حتى عارف وينه فيه بس احنا نعرف انه في أحد مناطق أوروبا الشرقية طبعا مثل باقي ألعاب رزيد انت إيفل السابقة رح تكون لك الأشياء اللي تقدر تتفعل معها واضحة وتلمع أو تكون بلون معين مثل البراميل الحمراء اللي تقدر تفجرها أو حتى الصناديق اللي يجي عليها لون أصفر حتى تكسرها وأثناء الاستكشاف وتعرفك عن المكان اللي انت فيه إحساس التوتر كان موجود على كل كبيرة وصغيرة من أصوات خطواتك إلى اللحظات الخرعات في كل غرفة تدخلها وكل دولاب تفتحها أو درج وإنت تمشي في القرية رح تلاحظون العديد من البيوت المهجورة لكنها ما نهجرت بشكل مستعد فتشوف أغلب رعين البيوت تركوها وخلوا الكثير من مقتنياتهم في البيت وتشوف أن هذا الشيء واضح من أول ما تدخل البيت نقطة ثانية حابة تكلم عنها قبل لا أتعمق أكثر في الأشياء اللي شفناها وهو مظهر اللعبة اللي كان مرة رهيب ونجح حكابكم في نقل أجواء أوروبا الشرقية والبارتكل أفكت حقية الثلج كانت جميلة بعد الاستكساف المفترة في أنحاء القرية بدنا نشوف شوية أكشن وكم شخصية زيادة ولما تدخل البيوت اللي تحصلها في القرى تقدر تدف الأثاث الموجود من داخل حتى تقفل الباب وتخلي الأعداء ما يدخلون عن طريقة وإذا خلصت طاحت القتال تقدر ترجع تدف الأثاث حتى تطلع برة وإما أننا نتكلمنا عن الأعداء خلونا نعرفكم عليهم وهم اللايكنز وهذول الوحوش هو من مثل أي عدو تقليدي تعرفنا عليه في ريزيدنت إيفل لأنهم شريسين وسريعين ويشيلون أسلحة مختلفة وأشباههم شوي كأنهم ويروولفز ودائما لما يهجمون عليك يهجمون كجماعة ففي أحد اللحظات اللايكنز ينقضوا على إيثن وتبدأ أنت بالنجاح بعضهم بيجون بأحجاب مختلفة وبرضو أذكياء لدرجة أنهم يعرفون يستعملون أحسنة وأدوات مختلفة وعندهم برضو زعيم كبير اللي أنا أتوقع أنه كريس ريدفيلد لأن البالت اللي لابسه هذا الوحش الكبير يشبه لحد الكبير بالتو كريس لما تحجر إيثن تماما وكانوا خلاص بيقتلونه ران جرس ولسبب ما كلهم هربوا وخلوه لوحدة وش سافت هذا الجرس؟ ما عندنا خلفية لكنه يلعب دور مرة مهم لأننا سمعناها أكثر من مرة ومن بعد هذه اللحظة بيصير وصلنا لجزئية الديمو وفيها بنشوف طابع الاستكشاف الحرف القرية ونشوف فيها إلين وأبوها المجروح ومع مجرد نهائك لجزئيتهم جتنا تساؤلات هل لما يعضونك اللايكنز بتصير مثلهم؟ مثل ما صار للشاي وتحول؟ وهل إذا تحولوا بيقدرون يرجعون طبيعيين؟ لأن الشاي بعد ما تحول ظل يذكر بنته هذه كلناها تساؤلات ورح نعرف أجوباتها لما تنزل اللعبة على كل المنصات في مايو 7 إحنا مرة متحمسين لها وحبينا بشكل كبير الفرق اللعب بين القرية والقلعة إذا حصلت لك الفرصة وجربت الديمو على البلاي ستيشن شاركنا رأيك باللعبة كان معكم نوفي نرغموش أعطيكم النافع على المتابعة ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر